وخليني أبدأ مع حضرك إن احنا خلاص قربنا على الموسم العيد واستقبال عيد العطحة المبارك وده من المواسم اللي بيكون لها استعداد كبير جداً في الهيئة هاتين نعرف من حضرتك إزاي استعديته عدد القطارات الإضافية اللي تم الدفع بيها توفير التذاكر إزاي هيكون خلال الفترة المقبلة بداية طبعاً بنقدم التهنئة للشعب المصري كله وبمناسبة حلول عيد العطحة المبارك كل عام وانتم بخير احنا طبعاً زي ما سأتك قلت إن السكة الحديد يا شريان النقل الرئيسي في مصر ففي الفترة بتاعة قبل الأعياد بيبقى فيه يعني طوارئ كاملة بالنسبة للسكة الحديد سواء من القيادات أو من جميع طواقف التشغيل وزي ما انت قلت حضرتك بيتم الدفع طبعاً بكتارات إضافية إن شاء الله احنا من يوم 25 سبعة حتى 11 تمانية هيكون فيه يعني كتارات إضافية بالتسير على جميع خطوط السكة الحديد وخصوصاً الوجه الإبلي لأنه زي ما انت عارف سيادتك إن كل السادة اللي هم الركاب اللي بيرتادوا الوجه الإبلي بيكون طبعاً عليها كسافة وزروة القطارات في فترة ما قبل العيد وما بعد العيد إن شاء الله احنا السكة الحديد خلال هذه الفترة هنقوم طبعاً حوالي 78 قطار مكيف وعندنا 76 قطار مميز وفيه 180 عربة مكيفة هتنضم على الكطارات اللي هي المكيفة الشغالة في الجداول الطبيعية بالإضافة طبعاً إلى أهل النوبة لهم طبعاً نصيب معانا لأن طبعاً كطارات النوبة دي مهمة جداً بالنسبة لأهل النوبة اللي عايشين في اسكندرية والقاهرة لأنهم بيفضلوا من أنهم يقضوا أجازة عيد الأطحى مع أسرهم في النوبة الأديمة ففيه عندنا 8 كطارات هتقوم إن شاء الله للنوبة سواء من اسكندرية أو من القاهرة ده حضرتك بيعمل إجمالي الكطارات الإضافية من المقاعد حوالي 140 ألف مقعد إضافي بالإضافة طبعاً إلى الكطارات اللي هي المجدولة اللي على خطوط الشبكة اللي هي بتوصل لـ 860 كطار يوم ده حضرتك يعني طبعاً بقى بالإضافة زي ما أنت عارفة أنه بيبقى فيه في المحطات الرئيسية تواجد السادة المسؤولين والفنيين وعندنا السلادي الحمد لله رب العالمين فيه الكطارات الجديدة اللي هي الجرارات الجديدة وفيه عربيات اللي هي الأسبان المؤهلة في رشكومة براضي يعني إن شاء الله السنة دي حيبقى فيه إتحية كاملة لجميع الركاب إنه حيلاقوا كطارات بتقدم خدمة مميزة زي ما السك الحديد طبعاً بتلبي كل سنة احتياجات الركاب من الكطارات ومن عودة الناس لقصارها في الواجه الإبلي السنة دي احنا إن شاء الله الكل بيعمل على قدم وساق إنه يعد فترة العيد بخير إن شاء الله وبنكرر التانية زي ما سيادتك قلت برضو النقطة التانية موضوع اللي هو التذاكر أي احنا الحمد لله طبعاً عارف حضرتك إنه عندنا 800 منفذ بيع تذاكر بالنسبة لشويق التذاكر على مستوى الجمهورية عندنا برضو حوالي 33 مكتب في القاهرة الكبرى اللي هي بتوفر برضو حجز التذاكر للقطارات بالإضافة إلى الحجز الإلكتروني للتذاكر سواء على موقع الهيئة على الإنترنت أو بالنسبة للموبايل أبليكيشن إنه ممكن الراكب من خلال موبايله الشخصي بيعمل إجراءات اللي هي حجز التذاكر إلكترونياً سواء طبعاً من الموبايل أبليكيشن اللي هو على الآيفون والحمد لله رب العالمين الدنيا مشي كويس جداً في هذا النظام اللي هو الجديد اللي بيسهل طبعاً من الحد من السوق السود